بيان إلى الرأي العام باسم الشبيبة والمرأة الشابة ندين ونستنكن بإشد العبارات سياسات العنصرية وتقسيم الشعوب ومن ذلك جدار شنقال الذي أقامته حكومة العراق بالاتفاق والتواطأ مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وذلك للأقضاء على وحدة الشعوب وحقها في الإدارة ذاتها في إدارة ذاتها والقضاء على حكم الإدارة عبر إنشاء هذا الجدار وقد جاء هذا الجدار نتيجة سياسات وممارسات سابقة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني مع حكومة تركية يخللها مجازر بحق النساء والأطفال على فترة طويلة من الزمن ولا ننسى المجازر التي قامت بها داعش بحق هذا الشعب ولم يكن حي الشيخ مقصود بأفضل من حال شنقال حيث تعرض هذا الحي لأعتى سياسات الهمجية والدمار بسبب مواقفها المشرفة منذ اندلاع الثورة حيث قام بتنظيم نفسه جيدا وإدارة ذاته وفي هذا الحي كانت هناك حرب الشعب الثورية حقيقة بشهادة الشهود حيث كانت نواة للإدارة الذاتية ببداية الحراك ومن أجل استمرار ثورة الشعوب لناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان بأخذ دورها لرفع الظلم عن هذه الشعوب المضطهدة عاشت أخوة الشعوب عاشت المرأة الحرة الحرية للقائد الرحمة للشهداء والشفاعة العاجل للجرحة اشتركوا في القناة